وصل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي إلى المملكة العربية السعودية مترئسا وفد الدولة في الاجتماع الثاني والاربعين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي تستضيفه العاصمة الرياض وكان في استقبال سموه في مطار الملك خالد الدولي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بالمملكة العربية السعودية ويبحث القادة في اجتماعهم اليوم سبل تعزيز مسيرة التعاون في المجالات كافة وتحقيق تطلعات مواطني دول المجلس لا سيما أن مجلس التعاون يبدأ العقد الخامس من مسيرته المباركة نحو تعزيز تلك المسيرة لكل ما من شأنه تحقيق الخير والأمن والازدهار لدوله وشعوبه في ظل التوجيهات الحكيمة والرؤى السديدة لإقادة دول المجلس كما يبحث القادة التطورات الإقليمية والدولية وعددا من المواضيع المدرجة على جدول الأعمال